أنا حابب كمان هتكلم على كورة وأتكلم على المطشة سيئة أو على 120 ديئة كلهم لأن فيهم حاجات كتيرة ممكن وفيهم لجوم كتير أجادوا بس أنا حقيقة حابب أتكلم معكم كمان عن الجمهور اللي ظهر بشكل كبير جدا في مطش الهلال وظهر بشكل كبير دوره مبارح في مباراة بيرامدز شوفت الجمهور إزاي ودوره وتأثيره إزاي أشرف يعني هو ده جمهور نادل أهلي وده دوره الطبيعي واللي دايما بنقول إنه جمهور نادل أهلي دايما في المواقف الصعبة هو يعني بيشيل الفرقة أو بيشيل النادي لأنه هو الداعم الأول والأخير يعني زي ما بقول في كرة قدم متعة كرة قدم أو إنك تقدر تطلع وأكيد عمر يتفق معي في ده إنه اللاعب ممكن يبقى عنده 70-80% أو 30-40% دي ما بتطلعش إلا لما يبقى في جمهور في حيات كتيرة جدا اللاعب ما بيقدرش يعني يتبقى ناقصه حاجة جمهور فعلا بيخليك معنويا وتطلع أكثر من العن كتير جدا جدا حقا شوفنا ده في مباراة الهلال قد إيه جمهور فرق مع لعبة نادل أهلي شوفنا ده في مباراة مباراة والحياة أنا أتمنى أن الفترة الجاية إن شاء الله جمهور نادل أهلي يبقى موجود دايما والله والمناسبتين دول بتهالي جمهور الأهلي يدى صورة ورسالة واضحة صريحة إن الكرة المصرية مش جدا جدا تفتح الجماهير الأهلي بس للكرة المصرية عمات عي فأتمنى إن شاء الله أن تبقى بداية عودة جماهير الكرة لملاعبنا مرة تانية ونتمنى إن شاء الله من الدول أنها يعني خلاص تفتح الملاعب لأنه الحمد لله جماهيرنا ملتزمة وخلاص فيه آي دي وفيه يعني خلاص الموضوع بقى فيه التزام كبير جدا وفيه لوايح وقوانين محطوطة بشكل كبير الحمد لله البلد آمنة بشكل كامل وطبعا بنشكر جدا جدا الدولة على سمحها بيه تواجد كم هذا الجمهور للنادي الأهلي في مباراة الهلال لكن فعلا النادي الأهلي محتاج فعلا جمهوره في المباراة دي تحديدا كل الشكر جمهور نادل أهلي وأنا فاكر يا حمد أنا كنت معك من فترة وتكلمنا أنه جمهور النادي هيكون لي دور كبير جدا 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 على السوشال ميديا وفي الملعب في عودة لعبتنا مرة تانية ثقاتهم وأداءهم داخل الملعب